تطمح مدينة طنجة المغربية المطلة على أوروبا بمينائها التجاري الضخم إلى استرجاع دورها كمنطقة دولية كما كانت بداية القرن الماضي عبر مشروع طموح يحمل اسم طنجة الكبرى رصد له نحو مليار دولار لجعلها إحدى أهم مدن المتوسط طلب منها جلالة الملك محمد السادس القيام بخطة لدراسة نموذج التجاري تنمية المفترض القيام به في مدينة طنجة لمواكبة التطور الذي تأسست عليه في بدايتها وتعتبر طنجة ثاني مركز اقتصادي للمغرب بعد الدار البيضاء بأنشطة صناعية متنوعة بين النسيج والكيمياء والميكانيك والحديد والصناع البحرية وتحضى المدينة حاليا بأربع مناطق صناعية اثنتين منها خاضعة لنظام منطقة حرة وفي انتظار أن تسترجع عروس الشمال كما يسميها المغاربة أمجادها عبر مشروعها الضخم تبقى مشكلة الهجرة السرية وترويج المخدرات بمختلف أنواعها أهم التحديات المطروحة اليوم على المسؤولين